برك الله فيك نشكر إداعة قناة النهار على إتاحة الفرصة للتقرب من الشباب عامة والمؤسسات المصغرة على وجه الخصوص لتعرفهم بالامتيازات وكذلك بتسهيلات الخاصة سواء بالمؤسسات المتعطرة أو بقردهم البنكي سواء من إعادة جدولته أو كذلك مرافقتهم للنهود بعد التعطر التي كانوا فيها طيب بداية سيد عبدالقادر غمري هلك أن تضعنا في جملة الإجراءات التي تم اتخاذها فيما تعلق بإجراءات جديدة لإعادة جدولة أقول ديون مؤسسة أنساج المتعطرة كيف ستتم العملية الملف على مستوى الوزارة المصية المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة وكذلك المديرية العامة كان ملف مربما قد عولج سابقا لكن بنوع من الثقل الإداري وكذلك من وثائق تعجيزية حالت دون الوصول إلى الأهداف المرجوة أما حاليا وفي إطار المقاربة الاقتصادية والنظر الاقتصادية الشاملة لمعالجة الملف عامة وبعد الاتفاق أو الاتفاقية الممضات مع البنوك والتي عقدت بتاريخ سبتمبر 2020 كرست وقعد الإجراءات من شأنها رفع الضغط عن المؤسسات المصغرة التي تريد جدولة قرضها البنكي ولها دال ولها أن تستفيد أيضا من مسح غرامات التأخير وكذلك العمولات المتصلة بقرضها البنكي الرئيسي في هذه النقطة بالتحديد أستاذ عبدالقدر رغمري هل ستستفيد هذه المؤسسات بصفة خاصة خلنا نقول من تسهيلات وتخفيف الإجراءات المتعلقة بإعادة الجدولة مع ميكانية إلغاء مختلف شروط التعجيزية أصلا السيد الكريم المحترمة البيان الذي نشره السيد الوزير عبر صفحته وكذلك المديرية العامة أكد على وجود تسهيلات كبيرة مملوحة للمؤسسات المصغرة التي استفادت سابقا من جهاز الدعم شريطة أن تكون قد تعطرت في تأدية تسديدها أو في دونها البنكية أو دون الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاواتية بطبيعة الحال كان نسبة استفادة شباب مما مضى قليلة إذا ما قرنت بتسهيلات ممنوحة لهذا المنصة الرقمية الموجودة على مستوى الوكالة تقتضي من الشباب التسجيل في هذه المنصة ككان أو يوجد آخر أجل وهو 31 ديسمبر 2021 لهذا ندعو من هذا المنبر الإعلامي أن يتقدم الشباب إلى تسجيل أنفسهم عبر المنصة أود أن أشرح نوعا ما المقاربة الاقتصادية قبل أن نمر إلى هذه الجزئية وسد عبدالقادر غمري هلك أن تضعنا في طبيعة هذه التسهيلات خاصة بعد ما تم وضع موقع إلكتروني لبإمكان الشباب المتعثر لرهي يعاني اليوم من ديون مؤسسة أنساج بإمكان التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني عطينا التفاصيل وما طبيعة هذه التسهيلات لرح تواكب هذه العملية عملية إعادة الجدول لنبين أهم الإجراءات والسهيلات التي تمخذت عن الاتفاق المبرم بين البنوك والوزارة الوصية أو الوزارة المالية والوزارة الوصية فيما ماذا؟ يعني قمنا بإلغاء المساهمة المطلوبة التي كانت تقدر أندك من 5% إلى 10% هذا كأول شرط قمنا بإلغائه ثاني شرط قمنا بإلغاء الزيارة الميدانية التي كانت تشكل عائقا بالنسبة للمؤسسات المسغرة من حيث وجود العساد من عدمه كذلك ألغينا تسوية الوضعية بالنسبة لصناديق الضمان سواء كناس أو كاسنوس وكذلك الكاكوبات إضافة إلى ذلك كنا ألغينا كذلك أو بالتعاون مع مديرية الضرائب لإلغاء أو مسح غرامات تأخير متعلقة بالضرائب وتمديد أجل تأدية الضرائب إلى 36 شهر كل هذا يندرج ضمن ملف لكي يلغى كل عمولات وغرامات التأخير المتعلقة بالقرد البنكي على أن يمدد هذا القرد البنكي إلى خمس سنوات إضافية وهذا نوع من التسيير الاقتصادي لربما نستطيع أن نقول هناك فكرة لإنعاش المؤسسة المتعطرة طيب نمر الآن الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه مفتوح هذا الموقع الإلكتروني بإمكان الشباب الذين انتخرطوا ضمن مؤسسات أنساج التسجيل وملء الملفات حتى يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل الموقع الإلكتروني موجود على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية www.16.org.dz أو يدخل على المؤسسات المتعطرة هناك استمارة يقوم بملئها استمارة بسيطة يقوم بملئها ثم تبعث إلى مستوى المدرية العامة ليتم بعتها بعد ذلك إلى الفرح لتعالج في أقرب الأجل وفي ظرف لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ بعتها من طرف المدرية العامة طيب نتحدث الآن عن المقربة الاقتصادية من خلال العمل على إحداث إجراءات جديدة لإعادة جدولة ديون مؤسسات أنساج المتعطرة وانطلاقتها من جديد وسيد عبدالقدر غمري في هذا الجزئية هل تعتقد بأن هذا الأمر سيكون فيه دافع جديد يحمل من ناحية الشكل تحول بارز خلينا نقول فيما كان خلينا نقول تصور ماضي فيما تعلق بمؤسسات أنساج التي حملت تلك النظر الاجتماعية إلى غير ذلك أريد أن أبسط الأمر نوعا ما لأن استراتيجية الوزارة كانت واضحة منذ البلاية كانت تبعا لتعليمات المزداد من السيد أو من طرف السيد رئيس الجمهورية الوزارة الوصية بمعالجة هذا الملف بالضبط معالجة اقتصادية في بادي الأمر كانت الوزارة عندها نظرة اقتصادية هذه النظرة اقتصادية شملت الاجتماع بالمجتمع المدني وكذلك الجمعيات المهتمة بخلق المؤسسات المصغرة ورفع انشغالاتها سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي ثانيا انتقلنا من النظرة الاقتصادية إلى المقاربة الاقتصادية التي ترتكز على أربع ركائز الأولى منها ضمن الركائز التي وضعنا عليها المقاربة الاقتصادية لأن المقاربة الاقتصادية ليست ما جاءت من العدم أو جاءت احتباطها وإنما جاءت بناء على دراسات لواقع المؤسسات المصغرة أولها مثلا دراسة المؤسسات المتعطرة التي لا يمكن بحال من الاحوال بحثها من جديد أو معالجتها وهي المؤسسات التي توفي أصحابها أو التي أصيب أصحابها بعاهات مستديمة بعد إنشاءهم لمؤسسات سواء كانت تلك العاهات عقلية أو بدنية إضافة إلى قيام البنوك بحجز عتاده مباعيه بالمزاد العلني إضافة إلى تم نصب الاحتيال على بعض المؤسسات هنا لا بد لهذا الملف بالذات أن يعالج بصيغة غير صيغة الملفات المتعطرة الأخرى لهذا لا بد أيضا على هذه المؤسسات هذه المؤسسات أن تلجى هذه المنصة الرقمية أو يودع أصحابها استماراتهم لمعالجتهم بهذه الطريقة ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الملفات المتعطرة التي وجب علينا كإدارة كوزارة وصية عندها استراتيجية كإدارة معنية أن ترافق أصحاب تلك المؤسسات المصغرة لإنعاشها اقتصادياً طيب كيف ستتم المرافقة؟ لأن عملية المرافقة الاقتصادية مثل هكذا مؤسسات تتطلب بالعديد من الميكانزمات وخلينا نقول عديد من الآليات لأنه شاهدنا فيما سبق فيما تعلق بوكالة دعم الشباب يقول لك المشروع قد يولد منذ البداية متعثر لعدم وجود إمكانية عدم وجود كذلك خبرة بالنسبة للشاب بأنه يقوم بمشروعه إلى غير ذلك والدليل على ذلك هو تعطل عديد من المشاريع نظراً لما شابت صيغة الدعم اللي كان يقولوا أنها نظرة اجتماعية فيما سبق اليوم العمل على إعادة بحثها من جديد أكيد لابد أن تكون هناك مجموعة من الميكانزمات وحتى مجموعة من الآليات لواجب توفرها أكيد لأنه ربما هنا النظرة الاقتصادية وهو أننا لابد قبل أن ننطلق فيما هو جديد أن نؤكد على ما مضى من الملفات المتعطرة ودراستها على هذا السياق أو في هذا السياق كنا أمضينا وكنت ذكرت سابقاً أننا أمضينا على اتفاقية مع الوزارة الوصية حددت عديد الإجراءات وعديد التسهيلات هي تلك الإجراءات التي تضمن للمؤسسة المصغرة المتعطرة نجعتها من جديد أو أعطها نفس جديد هذا من جديد ربما هذه من ضمن الركزة الثانية الركزة الثالثة يقولنا وهي ضمن المقاربة الاقتصادية وهو إيجاد نظام بيئي اقتصادي متكامل الوزارة الوصية إلى حد الساعة لا زالت تعقيده وتمضي اتفاقيات مع عديد القطاعات المهمة سواء مديرية أو مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء مثلاً الجزائرية للمياه وزارة البريد والاتصالات كذلك وزارة الصناعة وزارة كذلك هناك عديد الاتفاقيات التي أبرمت والتي هي قيدة الإبرام لمحاولة إيجاد نظام بيئي متكامل ما من شأنه أن يكون أو يقوم ببحث المؤسسات المصغرة المتعطرة من جديد عن طريق إيجاد ضفات الأعباء مخططات أعباء أو مناولات هنا وهناك هذا لكي نستطيع من جهة جدولة قرد المؤسسات المتعطرة وإيجاد نظام بيئي متكامل اقتصادي تستطيع أن تكون المؤسسة المصغرة أحد نواته وهذه تعتبر جزئية جد مهمة أستاذ عبدالقادر غمري فيما تعلق بإيجاد بيئة اقتصادية ملائمة حتى إعادة بحث مشروع متعثر من جديد وهذا الأمر الذي بإمكانه كذلك أن يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للنمط الاقتصادي الجديد وكل هذه المقاربة الاقتصادية طيب أستاذ عبدالقادر غمري منذ أن تم الإعلان على إعادة الجدولة الإجراءات الجديدة خلينا نقول لإعادة جدولة ديون مؤسسات أنساج المتعثر هل لك أن تطلعنا بلغة الأرقام عدد الملفات التي تلقيتمها على مستوى الوكالة بالنسبة لهذا الشباب ما طبعت هذه المشاريع التي تعثرت وغيرها من الأمور منذ أن تم الإعلان عن هذا الأمر بخصوص المنصة الرقمية التي يسجل فيها الشباب إلى حد الساعة لا يوجد لديها رقم معين بخصوص التسجيلات ولكن ننظر إلى كيفية بحث هذه النشاطات أو دراسة هذه النشاطات من خلال التعطرات ومن خلال دراسة الاستمارات نجد أن هناك بعض المؤسسات يعني لما نتكلم على تفاصيل التعطر نجد أن بعض المؤسسات لم يكن لها مناخبي ملائم كانت هناك منافسات غير شريفة كانت هناك استراد لبعض المنتجات التي كانت سوق الجزائرية والمؤسسات الصغيرة توفرها ومع ذلك هناك مؤسسات لهذا ومن خلال الاستراتيجية كذلك للوزارة الوصية والمديرية العامة ارتأينا أن نقوم بجمع جميع المؤسسات المصدرة وكذلك جميع المؤسسات المهتمة بالتصدير ومعالجة هذا الموضوع على مستوى مركزي سواء مع الوزارة الوصية المنتدبة والوزارات المعنية وهي وزارة التجارة على الخصوص من خلال العمل على تنويع العديد من المشاريع وعملية تسهيل وتسهيل في نفس الوقت حتى تتماشى مع الطابع المحلي لملا لهذا الشباب على مستوى بلدياتهم على مستوى الولايات التي يقضنون فيها لأنه في السابق لما نتحدث عن مؤسسات أنساج شاهدنا نفس المشاريع نفسها لكل الشباب كان عنده مشروع واحد وتم تعميمه على العديد من الولايات اليوم التنويع جزئية مهمة كذلك برك الله فيك لأن هذه الحيثية بالدات ترجعني إلى الركيز الرابعة وهي الشفافية والاتصال والإعلام وإشراك جميع الفاعلين في تحديد متطلبات السوق من جهة وكذلك في إرشاد وتوعية الوكالة في النهج أو في كيفية انتهاج أي طريق بالشاركة مع تلك المؤسسات والشركاء وكذلك المجتمع المدني أو الجمعية الناشطة في هذا المجال ربما من قلال هذا التواصل أو الركيز الرابعة التي هي الاتصال والإعلام نستطيع أن نقول فيما مدى كنا نقوم بتمويل المؤسسات لكن ليس على حسب الطلب أما الآن هناك تواصل جدي مع الإدارات والشركاء ورؤساء البلدية لتمويل مؤسسات حسب احتياجات كل المنطقة هذا شيء قد يفهم البعض بمعنى أن الوكالة في مقارباتها الجديدة لا تريد التمويل من أجل التمويل وإنما تمويل من أجل تلبيت حاجة ساكنة تابعة لكل البلدية على حداء أو بلدية أو ولاية أو الوطن جميعا أشكرك جزيلا شك سيد عبدالقدر غمري مدير فرع الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب من جزائر غرب على كل هذه التفاصيل التي قدمتها الشكر موصول لكم على إيتيحة الفرصة من جديد وبرك الله فيكم شكرا لك مرة تانية مشاهدينا